سبع تدريبات للدماغ للحفاظ على الزاكرة مثلما يتم تدريب الجسم لتحسين اللياقة البدنية يمكن تمرين الدماغ للحفاظ على قوة الزاكرة فكثير من الناس تعاني من مشاكل في الزاكرة خاصة مع تقدم العمر أو اتبعنا عداد غزائية وصحية خاطئة أو الشعور بالاكتئاب أو الإصابة بمعض الأمراض أو إصابات الرأس أو كإحدى الأصار الجانبية لاستخدام الأدوية والعقاكير ونجد أنفسنا نمر بمشاكل في الزاكرة مثلما نتواجه إلى غرفة بالمنزل ومجرد وصلنا ننسى سبب الزهاب أو نسيان الأحداث التي حدثت معك خلال اليوم أو ماذا أكلت أو الأماكن التي ذهبت لها بجانب عدم القدرة على إنفاق المال بشكل صحيح والخبر الصار أنه كما يمكن تدريب الجسم للحفاظ على اليقطو البدنية يمكن أيضا تدريب الدماغ للحفاظ على قوة الزاكرة ووفقا لما نشره موقع كيرجيب فإن هناك ما يعرف باسم التمارين الدماغية أو العصبية وهي بسيطة ويمكن أن تصبح جزء من الروتين اليومي بسهولة واحد كسر الروتين تميل الأدمغة إلى اتباع روتين يومي سابت ولكن كسره من حين لآخر يمكن أن يفعل العجائب للزاكرة فيمكن ببساطة الذهاب إلى مقر العمل عبر مصار مختلف أو أعادة ترتيب أساس الغرف في المنزل أو تنظيف الأسنان باليد اليسرى إذا كان الشخص غير أعصر فتجبر تقل تغيرات العقل على الانتباه وإنشاء مصارات جديدة مما يؤدي إلى تحسين الزاكرة اتنين استخدام الحواس يمكن إشراك الحواس المتعددة لتعزيز الزاكرة فيمكن أن يغمت الشخص عينيه ويحاول التعرف على الأشياء الموجودة حوله باستخدام اللمس أو الشم أو محاولة وصف ملمس ورائحة الأشياء بالتفصيل ويساعد تمرين الاكتشاف باستخدام الحواس على تنشيط أجزاء مختلفة من الدماغ مما يعزز الاحتفاظ بقوة الزاكرة تلاتة الرابط العقلية يرتكس تمرين الروابط العقلية على ربط المعلوبات الجديدة بشيء مألوف فإذا قابلت شخصا على سبيل المثال اسمه آدم فحاول أن ترتبطه في ذهنك بشخص آخر يدعى آدم تساعد إنشاء الروابط العقلية على تعزيز الزاكرة والتذكر كما يقلل من الحرج الذي يمكن أن يحدث عند لقاء أشخاص جدد لأول مرة 4- ممارسة ألعاب العقل يطلق على ألعاب مثل السودوكو والكلمات المتقطعة أو حتى تطبيقات الهاتف المحمول المصممة خصيصا لتدريب الدماغ بألعاب العقل ويمكن أن تكون ألعاب العقل بمسابة تمارين عصبية ممتعة وفعالة إذا إنها تتحدى العقل وتحسن الزاكرة والمهارات المعرفية 5- تعلم شيء جديد ينصح الخبراء بعدم التوقف عن التعلم ولا يشترط تعلم موضوع صعب أو منهك حيث يمكن ببساطة تعلم لغة جديدة أو الانغماس في القراءة لأن تعلم مهارات أو معرفة جديدة يحفز العقل ويعزز الاحتفاظ بالزاكرة 6- ممارسة اليقظة الزهنية تهدف اليقظة الزهنية إلى تقليل التوتر بالإضافة إلى كونها معززا ممتازا للزاكرة يمكن ممارسة اليقظة الزهنية عن طريق انتباه الشخص جيدا إلى محيطه وما يفعله وأن ينخرج بشكل كامل في اللحظة الحالية وسيجد أن زاكرة ستتحسن عندما يصبح أكثر وعيا وتركيزا 7- ممارسة الرياضة ثبت علميا أن ممارسة التمارين الرياضية بشكل منتظم تعزز صحة الجسم بما يشمل الدماغ وتساعد ممارسة التمارين الرياضية بانتظام في زيادة تدفق الدم إلى الدماغ مما يحسن وظيفته وزاكرته بشكل عام لا يحتاج الشخص إلى ممارسة التمارين شقة أو عنيفة لتحقيق نتيجة طيبة حيث يمكن ببساطة وسهولة الموظبة على ممارسة المشي السريعة أو ركوب الدراجة أو الاكتفاء ببعض التمارين الرياضية الخفيفة إذا أعجبك الفيديو فلا تبخل علينا بالاشتراك وضغط زر اللايك وتفعيل الجرس ليصلك كل جديد موسيقى موسيقى موسيقى